وصل إعصار هايان إلى الأراضي الفيتنامية بعد ثلاثة أيام من الضمار الواسع الذي ألحقه بجارتها الفلبين وقال خبراء الأرصاد إن الإعصار ضرب صباح الاثنين منتج عدوسون الشاطئي في مدينة هايبونغ شمالي فيتنام وسجلت قوة هايان تراجعا كبيرا مع وصوله إلى السواحل الفيتنامية حيث بلغت سرعة الرياح 155 كم في الساعة مقارنة بسرعة 300 كم في الساعة التي ضرب بها الفلبين وعاد مئات الآلاف من سكان أقاليم وسط البلاد إلى منازلهم التي أجلوا منها في وقت سابق بعدما أكدت السلطات تغيير الإعصار لمصاره واتجاهه إلى المناطق الشمالية للبلاد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر